السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغلبيتكم عارفين أن ولد عويتا خرج بالتصريح أمن الصحافة يقول أن أبوه ومراته يوجده اطلاق بعد مكتبة مراته كل شيء في سميتها وخلته على البلاطة الغريب في الأمر أن الإبن قال أنه عمره تمتعب فلوس أبوه وخا كان في تواصل معه مرة مرة وأن السبب كيرجع لزوجة خديجة وهذه كانت كلها الدعاءات كاذبة بعيدة عن الصحة النجو الجرائد الإلكترونية تكلموا عن الموضوع أكورا وفبراير نشوفوا كلها جريدة أشنو قالت تواصل أكورا كشف المستور في قضية ابن سعيد عويتا الذي ظهر مؤخرا تفاصيل حصرية ومتيرة عن حقيقة نجل عويتا الذي صدم المغاربة وكما أشرنا فإن العداء المغربي سعيد عويتا ارتبط بزوجته الأولى خديجة أسخير وهي عداء سابقة سنة 1983 على خلاف ما تم تداوله من أنها الزوجة الثانية بعد والدة ابنه بدر وحسب مصدر صديق ومقرب من العداء المغربي فإن ولادة بدر جاءت من علاقة غير شرعية دامت سنتين حيث أثمرت عن طفل في مارس 1989 أي بعد سنتين من ولادة البنت الكبرى العويتا التي اختار لها الحسن الثاني اسم سكينة وخوفا من الفاضيحة وخاصة من صورة العداء المغربي أمام الراحل الحسن الثاني وأمام المغاربة الذين كانوا يصفونه بالأسطورة قرر البدء في إجراءات تبوت زوجية لأجل تسجيل الطفل في الحالة المدنية كما اقتنى لوالدة الطفل شقة فاخرة بشارع الزرق طوني بمدينة الضربطة وتحديدا مجانبة للتوين سنتر إلى جانب شقة فاخرة لوالدها حيث بلغت تكلفة الشقتين حوالي 400 مليون سنتين وذلك مقابل التزامها بالصمت وحسب ما يرويه مصدر أكورا فإن والدة بدر قررت رغم حصولها على الشقة الفاخرة رفع دعوة نفقة سنة 2008 أي بعد 18 سنة حيث أصدرت حينها المحكمة حكما يقضي بتمكينها من الحصول على ما قدره 36 مليون سنتين وهو ما توصلت به والدة بدر وهذا الحكم يؤكد أن تصريح ابنه الذي ظهر فجأة يحمل الكثير من الأكاديب نجل عويطة أكد أنه لم يحصل من والده على أي مبلغ يذكر مع العلم أن والدته طالبت بكافة المصاريف وتكاليف دراسته وضمنت ملف الدعوة وطائق المؤسسات التي كان يدرس بها قبل أن يسافر بدوره إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما كشف المصدر نفسه أن عويطة سلمها مبلغ 10 ملايين سنتين كصداق هذا العداء المغربي سعيد عويطة إلى الواجهة وإلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر الشاب يدعى بدر يقول أنه ابن العداء المغربي من زوجة أخرى وحسب المعطيات التي تتوفر عليها في براير فإن صحة الأخبار المتداولة حول أن زوجة عويطة خديجة أسخير هي الزوجة الثانية للعداء المغربي بعد أم الشاب بدر هي عارية من الصحة إذن هناك نشوف بأن جريدتين معا يعني كأكدوا أن خديجة أسخيرة هي الزوجة الأولى ماشي الثانية وفي تفاصيل حصرية أشارت المعطيات المتوفرة أن العداء المغربي كان على علاقة بمرأة خارج إطار الزواج دامت لحوالي ثلاث سنوات هناك الفرق بين الجريدتين فقط في الجريدة الأولى قالت سنتين وهنا قالت ثلاث سنوات إذن أثمرت بولادة بدر بعد حوالي سنتين من ولادة ابنتها الكبرى من زوجته خديجة وحسب المعطيات ذاتها فقد قرر العداء المغربي عويطة عقد قرانه على والدة بدر بعد سنتين من ولادة هذا الأخير إلا أنه انفصل عنها بعد أربعة أشهر من توقيع عقد القران مع منحها جميع مستحقاتها القانونية هذا وبعد انفصالهما رفعت والدة بدر دعوة قضائية حيث أصدرت حينها المحكمة حكما يقضي بتمكينها من الحصول على ما قدره 36 مليون سنتين وهو ما توصلت به والدة بدر حسب مصدر مطلع نجل عويطة أكد أنه لم يحصل من والده على أي مبلغ يذكر وأنه لم يستفد من ثروته مع العلم أن والدته طالبت بكافة المصاريف وتكاليف دراسته وضمنت ملف الدعوة التي رفعت ضد العداء المغربي العديد من وثائق المؤسسات التي كان يدرس بها ابنها قبل أن يسافر بدوره إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإقامته لفترة بنيويورك إذن إلي كانت أم بدر خدات جوش شقق ب400 مليون وعشرات المليون صدق و36 مليون نفقة هلاش خرج الإبن وكيقول عمرني خديت شي حاجة من الأب ديالي واش سعيد كيتعرض للابتزاز وهو حلو معرف ما يدير واش مراته خديجة ضمرات من علاقته بأم بدر واللي خداتت المبالغ كلها وهو السبب لخلات كتب كل شي في اسمها واش بدر متافق مع الأم دياله باش يبقى ويحلب وسعيد إلى ما لا نهاية واش ملي ساقوا الخبار أنها كتبت كل شي باسمها حسوا أن خطة الإبتزاز مقابل الصمت في شلات وكان خاصهم ضروري خرجوا الإعلان واش سعيد ضحية في هذا الفيلم أم هو الجاني على نفسه كما جانت على أهلها براقش وم بدر من اللي خدت هذا الفلوس كلها وقرات ولدها ورسلته وقرف أمريكان علاش خرج كيكذب في الإعلام كيقول ما اخديتوه له غير هذا الأمر بحده كيبين أنه كينا شي حاجة في الخفاء وفعلا المظاهر خداها واش يقدر يكون سعيد كيعيش تمزق بين مرأتين كل وحدة بغت تخد أكثر من الأخرى ومعرف من يرضي العلم لله ولكن مع الوقت كل شي غاديت تعرف وهذا هو تمن غلطة كيدفى تمن هسينين وما زال غيب قيدفى وهنا كانت ذكر قول أعرابي زوج جوج وكان كيدون رسوا غيعيش بيناتهم معزز مدل المكرم كالملك حيث قالوا ليه من لم يتزوج إمرأتين لم يذوق حلاوة العيش فتزوج مرأتين ثم ندم فأنشأ يقول تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت أصير بينهما خروفا ونعحم بين أكرم نعجتين يعني ظن النور غادي يعيش بيناتهم بحل ذاك الخروف مهلا فيه واحد جوج نعجات فصرت كنعجة تضحى وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين يعني أقول بحل ذاك النعجة كي لعبوا بها جوج ذئب رضا هذه يهيج سخطة هذه فما أعرى من إحدى السخطتين وألقى في المعيشة كل ضر كذلك الضر بين الضرتين لهذه ليلة وتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين وكان كي ظن أنه من الليلة هذه وليلة أخرى غادي يعيش مرتاح يعني غادي تمتع في ذاك الليلتين شنو ألقاك يلقى أنه كل ليلة كي سمع فقط العتاب كل وحدك تعاتبوا على أخرى فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدن وملك الحارثين وملك المنذرين وذي نواس وتبع القديم وذي رعين فحش عزبا فإن لم تستطعه فضربا في عراد الجحفلين أكيد هذا الأعرابي لا يعرف شيئا عن الإسلام لذلك كان يوصي الناس يبقوا عزاب ولكن الرجل الخاص هو دائما يشد لعصام الوسط ويفكر مرارا وتكرارا قبل أي خطوة هو كان يالله مرته ولدات وما زالين حديث العهد بالزواج أعلاش مشي يبحث على مرة أخرى وهذا الغلطة كلفته الكثير كنت زوج تاني على سنة الله ورسوله مثلا يوقع في هذا شيء كامل ويعدل بيناتهم ولكن دارت وبوت الزوجي خوفا من الفاضيحة ولكن مع الوقت المستور كيبان شحل حط ديال الفلوس باش الخبر ما يتسمعش ولكن جاء الوقت وتسمع غلطة دمرت لي كل شيء وفقها من وحلتها على كل حال كل ابن أدم خطأ وخير الخطائيين التوابون ولكن كان بعض الأخطاء اللي كيدفهموا لها التمنغالي خصوصا من اللي كيكون الإنسان غني يكون عرضة لكل شيء بغي يحلب ومالي كتنشف البزولة كتبدأ الانتقامات ديال علي وعلى أعدائي وفي هذه الظروف كلها كيخرج الأبي يضرف ولده أمام الإعلام فكيلقى سعيد رسو بين المدرقة والسندان كيبقى السؤال المطروح واش سعيد جاني من ضحية أترك لكم التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته